السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبما ان احنا في اجواء ديال العطلة الصيفية والصيف والاستجمام والراحة وتشميشة وشوية الحرارة مازال مشنش الحرارة ديالت بالصح قررت نقدم معكم هالطابق الخفيف البسيط والسعر في التحضير وشيجي بنين واكيد صحية يعني خفيف على المعيدة ومناسب هالاجواء الصيفية ميكلة بنينة وصحية ولديدة ومونعيشة كتحضر فوق سواجيز ومكتحضش منها لاجوز ولا اي تاعب في الكوزينة اكيد يبكتعرفو احنا في السكر بغوه ذاك الشي الخفيف ذاك الشي سهل في الماكلة سهل ما نديوه معنا واكيد يلا بدنا نستعملوا هاد الميكلة اللي غنطيب معكم دابا ديوها في البيكنيك ديالنا وللبحر يعني يكونوا اكيدا انها مادش ادي نصحة ديالتنا تابعوا معي الطريقة ديالت حضير هاد الوسفة السهلة والبسيطة وفرجة ممتعة تجو فقط للسردين كيف كتشوفو السردين 3 كيف كتشوفو بقي جديد غادي نحاول نوريكم طريقة باش غنصلو هاد السردين لاني كتشفو ان الاغلبية في اصل السردين طريقة خطأ ماشي ما كتصلش السردين وما كينطفوش ولكن الطريقة اللي كينطفو بيها كتكون خطأ وغير صحية اكيد المهم كيف كتشوفو السردين اول حاجة سننشلو له وده كل ما ننكبو ونعود ونشلوه سكيت نقى ذا كل ما هدي من معايير السلامة الصحية خصوصا انا نفس الصيف وان الحوت سنسيب له كي ادي الصحة ديالتنا كيف كتشوفو بعد ما شلتون ما كتشوفو رعنقي دابا كمدا كنحاول نحيدلو القشرة ديالتو نحيدلو القشرة ديالتو نزولوها ونحيدلو هادك شي الوسطاني ديالو كننضفوه بها الطريقة كيف كتشوفو مهم انا يا مبعد ما حيتلو القشرة ديالتو كامل كنحيدلو الوسط ديالو وديما بالنسبة للحوت ولا السردين ولا اي حاجة كيف كتشوفو كيف كتشوفو كي بدي تلون خسكم تكبو تعودوا تنطفو هدي بالاعترام معايير السلامة وليجين فقط ديال الماكلة مهم انا كيف كتشوفو بعد ما تنقشرو بها الطريقة تنحيدلو ديك الوسطاني ديالو كيف كتشوفو هكا وغنستمر بنفس طريقة تنكمل طرق السمك اللي عندي هنجوم كيف كتشوفو بعد ما كملت تنظيف ديالو حيتلو الاحشاء ديالو وديك القشرة ديالو سوفي ده بغن نطلق علي الماء عندنا نشيل الوحدة بوحدة من الداخل ديالها حيث تنظف ليها اكيد ما يبقى شيئا يسلمنوذك الدم ديالو وطبيعة الحال ما كنديرنا لا ملحة لا حامضة لا ووالي انا دكشينباد سوف نستعملو اكيد في الشرميلة كيف كتشوفو على تشورو ديال الماء كيف كتشوفو هكا كننظفو كنسقطرو فشبيكا وما زل عندو دول مرحلة ثانية هاو السردين ديالي كيف كتشوفوه بعد ما تنظف ليها سوف تسقطر لي واحد شوية سقطرتو من الماء ده بس هنحيلو ديك ديك الشوك اللي فيه الداخل او العظم ديالو والسنسول ديالو كيف كتشوفو بها الطريقة وكيف كتشوفو بقى نقيم الداخل يعني متلو شلينة لب الماء لب دكت الماء التي يكون فيها الوسخ ديالو كيف كتعرفو صافي عن السمر بنفس الطريقة كنحيلو ديك السنسول ديالو وده برغن نضيفه جاهز ولابلنا انه بقى في الجوانب ديالو وجيس الدهر ديالو او الكيشة ديتو ديك هذيك الطبقة الكحلة كنحيلو طبيعة الحل كنحيلو شوية ديالشو كندورو بيزعمة كنحاولو نضفو اكيد ودك السعنافر اللي كتكون اندول ويجب ان تحيدوها ويما نستمر بنفس الطريقة سنكمل جميع السمك ديالي وده با غنمرو لتحضير الشرميلة بالنسبة للشرميلة احتاج في القذبور انا اختار القذبور الطبيعي اللي عندي منبت في البيت غد نغسله اكيد وغد نقطعه هو القذبور ديالي بعد ما قطعته ونضفته مسبقا ونضيف القذبور شوية ديال خارقوم شوية ديال البزار وشوية ديال الملحة واكيد غد نحك به الاسابيع ديالي وشوية ديال الزاتر اللي كتتواته بشكل كبير مع السردين وغنضيف مالقة صغيرة ديال البهارات اللي هين ديال او بهارات البرياني كيتسموا بهارات المصالة كتعطي واحده كيزويل هاد السردين اللي غيطيب في الفران كي يجي مدقم صراحة رائع كتعطي واحدة مالقة الحرورية الى مكانش عندكم اكيد ديال مالك اللي تستغنوا عليه واكيد نضيف شوية ديال التوماء وشوية ديال الحامض وشوية ديال الزيز الزيز بالنسبة للتشرميلة كيف كتشوفوا انا مثلا كتر شملت تشرميلة للحوث ديالي كنبغي نحافظ المالقة ديال الحوث السمك ديالي طبيعة الحليم كلكم تديروا الكيمياء اللي يبغيتو ديال التشرميلة تكترو تقلو الى حسب الدوق ديال كل واحد بالنسبة لي انا كي يكفي ان فقط غيت مرغة بنسبة قليلا لان تكون ديال المالقة ديال التشرميلة والمالقة ديال الحوث في نفس الوقت ساب يجبت في الطاول اللي غادي يطيب الفران او داك المول اللي غندخل الفران كيف كتشوفوا ديالي مباشرة انتبه كنديرو كننحطو في ديالي التشرميلة اللي وجدنا ودك المول اللي دانتو مسبقا بشوية ديال الزيتون ساب يكون ديال كمية ديال الشرميلة اللي مناسباني انا طبيعا الحركي بكتلكم يمكن لكم تكترو تقلو الى حسب الرغبة ديالتكم ويمكن لكم إلما تكون مشكلة بكتلكم هذيك اللي قامة ديالت او هذيك هذيك البهارات اللي هندية ممكن لكم تستغنوا عليها وديروا البهارات الخاصة بالسامك سيكتوسها بشكل كبير لكم عارفين طبيعا نستمرو نفس الطريقة نشرب السمك ديالي بعد شرميلة ونستفوف طوا ديال الفران دب الفران كيس خل ليه ونبعدها ندخلو الفران سيتحمر ليه ويتقل ليه في الفرن سفي دخلت الحوز ديال الفران يطيب الفران شاعل من الفوق ومن تحت يتحمر ليه بالزربة يعني ما كياخدش اهدنا وقت يعني تقريبا مكسيم وعشر دقائق غيتحمر ليكم ويتقلمش يعني تعطيوه المدة اللي بغيسو ديالتحميره وتقلمشها وننوريكم الشكل نهائي ديال طبق ديالنا وكان هدا وشكل نهائي ديال طبق ديال السردين ديالنا اللي شرملنا وحمرنا طيبنا في الفرن معي القامة كامله جيت زيت زيت زيتون كيف كتشوفوه مختاش مننا لا وقت لا جود وصراحة جيت الطبق صحي اكيد خفيف على المعدة ومؤوزع ممتواتي مع الاجواء الصفية كيف كتعرفوه اكيد زيت بثوية ديال الحامض وبنسبة للك المرقه اللي رفقتها معه هداك المرقه اللي كانت طلق في الطاوى ديالتو استيزها وضغمرتها واحد شوية طبعا حالي كانت سردين كتير اكيد هيطلق الماء بزاف اضغمرها مع شوية دياله مع القادة ديالنشاء او مع القادة ديالدخيق اهلا عفية حتى تنشف معكم وتقدموا مع محلقة مع السردين ديالنا كيف كتشوفوه كده صراحا مقرمش يجي محمر يجي رائع يعني يجربوا هدا الوصفة واكيد هتنجح معكم واكيد واكيد اكيد انه صحية صحية بزاف ومواتر هاد الصيف وهاد اجواء اللي احنا كدعيشوا فيها نقول لكم السلام عليكم بصحة والراحة وجربوا هاد طبق وردو ليالخبار الى اللقاء وعطلة سعيدة